اشتركوا في القناة 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 وخلاوة الدواء يدورون وزعبهما لمروكا ومعندهم مشاكل وبالي هاد الصحراء وكالله وشو الهدف انتحمهما؟ هما الهدف باش يروجوا للصحراء واش؟ الغربية يحبوا يروجوا لها الصحراء مغربية باش يخدموا هنا يجمعها فايدة هو سبهم وجاي يربح المال وعارف منين يوكل وهما قبلوه ودخلوه وعطاولو الأخر هذا كباش يدلهم الترويج واش؟ على الصحراء يعني الغربية باللي مغربية هذا هو لليوم هاد هي الفائدة اللي بنتهم يعني ما كانش اخوه ولا تحسبوا بليكا ما كانوا هلو هما فائدة بفائدة تدخل هنا اياه الدافع على الصحراء الغربية مقابل نعطيهك أموال راكدروا وتحوسوا ودروا له لأخر القيمة ودروا في التلفازة ودروا به قضية ضدواش زع ما باش يقيسوا يعني الصحراويين ويقيسوا الجزائر ويقيسوا يعني الدول العربية الموساندة ولا الأوروبية ولا اللاتينية امريكا اللاتينة اللي تساند يعني الشعب الصحراوي اللي بالمناسبة بنت منه لكل نجاح إن شاء الله فهمتوا وشو يدرك الفائدة تحملية؟ هادي يلا فر لي بناتهم ما كانش حاجة واحدة أخرى مرة جاي نجي لهذاك عبدالعال يعني اللي راهو في نفس الاخر هداك هادي الكلب المسعور تاني كذلك يعني رأس كما نقولوا المرحاض رأس المرحاض هداك تاني عنده فائدة واش من علاقة ورح نشوفوا شي العلاقة مع المروك وشي الفائدة جمعه وتعرفوا بلي هادو ما الاهداف تعالناس راهي كما نقولوا دونون دونون مدلين مدلك شد مد يا حمد هاك ده جماعة عرفتوا هادا سعد الشرعي هادا الكداب هادا هو هاداك يبقى هوا دركاه راه يبقى ينبح الجزائرين اضربوه بالحجر وخليهوا ايه ينبح السلام عليكم هالجمعه المرة الجاي إن شاء الله وصلوا فضائح الدبلوماسية المغربية بالساحة الدولية وخاصة مع ملف الصحراء الغربية التي تدعي المغرب كذبا وزورا على أنها صحراء مغربية ولكن رغم ذلك فلا أحد يستعمل هذا المصطلح بالساحة الدبلوماسية العالمية وحتى أثناء اللقاءات والزيارات المغربية الدبلوماسية الرسمية أصبح نظراء وزير الخارجية المغربية يستعملون في وجهه مصطلح الصحراء الغربية خلال البيانات والتصريحات الصحبية وبوريطة وكأنه جماد أمامهم وكما فعلها من قبل وزير الخارجية الإيطالي مع بوريطة هذه المرة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وعقب لقائه بوزير الخارجية المغرب أكد دعم بلاده لجهودات المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان داماستورا من أجل إيجاد حل عاد للقضية الصحراوية حيث أن وزير الخارجية الأمريكية ذكر الصحراء الغربية كدولة غير تابعة للمغرب وهو ما يؤكد أن تغريدة ترومب أصبحت من الماضي وأن كذبة الصحراء المغربية أو الحدود الحقة التي تدعيها المغرب هي مجرد حجة وهمية لاحتلال الأراضي الصحراوية بمنطلق السياسة التوسعية المغربية التي دسترها تحت تسمية الحدود الحقة ترجمة نانسي قنقر